دلت اصفى جدا طبعا التنخيل بس بس هتدقوني ان انا حملت ان انا سجل كتير بس الاسف للظروف خارجة هنردتك ان التنخيل دايما بيبقى طلع فيه غلط هتيجت اصوات في الشارع اه ان شاء الله النهاردة معاكم دماغكم سرقة سمير فرقة خمسة هنكمل مع بعض الاسكوينت ويعتبر اخر جزء في الاسكوينت ان شاء الله البراليتك والكونكومت انت كنا احنا قلنا ان الاسكوينت او الحوال في منه نوعين نوع اه اللي هو النوع الكامن والنوع ونوع ثاني في منه في منه اللي هو حوال الكامن نوعه موجود بس من الظاهر اللي دلوقتي والنوعين اصلا كونكومتانت وانكونكومتانت اللي انكونكومتانت نفسه في منه نوعين كمان جوان نوعين كمان اه البراليتك والقيناتك ان شاء الله نبتدي النهاردة بالبراليتك اسكوينت وبعده الكونكومتانت اسكوينت قبل ما نتكلم عن البراليتك اسكوينت بما ان هو من اسمه الحوالي الشلالي لازم يبقى فاهم يعني ايه النيروس ابلاي بتاع الاكسترا اوكلوار المسلس هم ست عضلات بتلات نيرفات اه في البداية ما يجي ولك ايه هي النيروس ابلاي وفي اكسترا اوكلوار المسل المفهول ان هي في دماغي اول حاجة السير دي كرينية نعرف اه اللي هو الاكليوموتور تمام بعد كده هافترض هافترض ان انا عندي من ضمن العضلات ست عضلات في ست سنائين السنائل الاولاني اللي هي اس او فور رمز فتجر رمز الكابريتات اس او فور هي بتاخد من سكس كرينية نيرف اللي هو الابديو سنت الابديو سنت نيرف تمام? اه بعد كده ان هنبتلين نتكلم بقى يعني ايه احنا مدفقين يعني الحاوى الاشياء اللي النبي بيحصل هنا مشكلة ان انا عندي عضلة او اكتر من اكستر اوكلوار مصل حصل لها شلل على مستوى مش ابر موتور نيرون ليجن يعني ما سنفرضا لو دي لك سؤال امسي كيو اه اه ابر موتور نيرون ليجن واي سبب تاني مع اي سبب تاني اي سعبين مسلا عشان يكمل بقتل اخسائرات يبقى انا فاهم ان هو نيرون ليجن نتيجة مشكلة بتحصل من لمستوى للمصل نفسها لكن على مستوى انت بتفقد حركة الحركة نفسها حركة حركة العين في اتجاه معين تمام تمام اه او غيرها لكن لو انا قلت لك ان انا عندي لور موتور نيرون ليجن انا فاهم ان انا ضربت عضلة او اتنين على مستوى الاكسر الاكستر اوكلوار مصل فهي فهي دي السبب اللي سبب لي سكوينت تمام طيب اه معنى كلمة احنا نفاهمين يعني كلمة يعني معنى كلمة يعني معنى كلا ان مش نورمال مش في اتجاههم النورمال مش مسلا لو انا بص حاجة بعيدة تبقى برا لو حاجة رايبية بقى حصل فيه لأ هي مش نورمال لان انا عندي عين خارجة لبرة في عين فيهم فيها والعين التانية لأ فيها حوضة فالفيشوال اجزيز بتاعها في حصل فيه ديفيشن اه هنا معنى كلمة ان انا قلت ان هو نوع من انواع ده بيديني احاق ان مش سبتة يعني مش لما انا بص يمين زي ما بص شمية زي ما بص فوق زي ما بص تحت زاوية الحوال سبتة لا لا مختلفة وغساطا في حاجة اسمها برايمري و ساكندري اه برايمري وساكندري يعني الاتنين مش متساويين وده الفرق ما بين والكميتانت الزاوية للساكندري والبرايمري انجل والديبيشن الاتنين سبتين زاوية الحوال زبتة في جميع الاتجاهات لكن في الانكوميتانت انكوميتانت لا مستبتين والانكوميتانت منها اه يبقى ببساطة انا عندي هو نوع من الانكوميتانت اسكوينت وهو اه يعني غير مصاحب يعني العين العين الاتنين ما لهمش نفس الزاوية ما بيمشوش هو نفس الاتجاه كل واحدة كل اه في كل في كل اتجاه في زاوية مختلفة اه سبب بتاعها ايه سبب بتاعها ان انا حصل عندي لوحدة من العضلات لوحدة من العضلات الاكسترا او اكتر تمام نتج عنها ان في انجل والديبيشن السبتة في جميع اتجاهات حركة العين بس يبقى هو عبارة عن اكولار ديفيشن ده ده دليل انه هو طيب يطر ايه سببة احنا قلنا طبعا ان هو من مستوى لغاية الماصل طيب هايجب اقول لك ان انا على مستوى النيوكلار آآ اصلا مش موجودة احنا هناخد ان انا عندي فوق في البرين طبعا عارف ان انا عندي الكرينيا النيرف الكرينيا النيرفيس هي ليها ليها موتور لها موتور نيوكليس موجودة اه موجودة فوق موجودة في موجودة في بتتوزع بتتوزع في آآ بتوزع في خلاص. آآ في منها في منها اللي هي موجودة في بالنسبة لي يعني آآ كل نيرف آآ كل نيرف معينة. تمام? وانا عندي انا بقى انا لانا فاكرة ان انا عندي من من ان هي بتاعها هو آآ تلاتة واربعة وستة. تمام? الأوكليوموتور، أوكليوموتور بيبقى موجود في الميت برين. تلاتة واربعة وكذلك تلاتة واربعة تلاتة واربعة تمام? آآ iterate ik 레� اه لكن بالنسبة اللي بيغزي اللاتركس اي موجودة في البونس. المهم ان انا فوق النيوكلياز دي موجودة في البرين. تقى ان اي مشكلة كانت فوق في البرين في التكوين نفسه مش موجودة. ابليزيا مش موجودة او هايبوبليزيا ايان كانت. خصل x زي حصل التهاب التهابات في التهابات فوق في تمام حصل ان انا عندي مشكلة في نتيجة مثلا حصل او او ضغطت ضغط ضغط عن دي او حصل ان انا عندي حاجة مليئة عندي ضغط عن يبقى انا عندي فيه هنا يعني عندي وانه هو في السابتة في جميع الاتجاهات ده هتيجيت ايه هتيجيت لمصل او اكتر من طيب عندي هنا آآ لسبب بتاعها ايه سبب عنها عندنا احنا قلنا وعلى مستوى النيورون الا وعلى مستوى المصل على مستوى هلاقي ان انا عندي ممكن تكون السبب اصلا مش موجودة حصل مشكلة انفلاميشا نتيجة انكفلايتس حصل انها حتضغط عليها بحاجتين نتيجة او او طيب انا هو بيقول لك بيحاولي يزبط لك ان هي عندها الانجلو ديفيشن مش سبتة في جميع الاتجاهات ان هي مرة ان هي لكن تحت ان هي فيها طيب التاني بتاع هلاقي ان هو بيقول لك على مستوى النيرف انت اصلا النيرفات لما بتيجي تخرج آآ من بتعدي مثلا بتخرج من فتحات معينة تخرج من فتحات معينة من فهو بيقول لك انها حصل فحصل كسر طيب وممكن تكون برضو نتيجة مشكلة ضغطت عليها الكافيرنس احنا عارفين طبعا ان البلاسة بلاي اللي موجود البلاسة بتاع البرين من فوق اه او ان في آآ موجودة منهم حاجة اسمها كافيرنس ساينس لو حصل فيها جلطة هي بتضغط بتضغط على النيرف على النيرف اكزونس وهي خارجة او النيرف نفسه خارج بتضغط عليه مش عن نيوكلاس لأ هي بتضغط على النيرف نفسه طيب وتضغط عليه بعضه كمان من ايه من يبقى يعني مسلا يقول لك اه آآ لأ هتيجي تقول لان هو بيضغط بيضغط على النيرف ولا بيضغط على نيوكليس وهي عليه دعوة بالموصل طيب جيت بعد كده كلمت عن الموصل الموصل مش موجودة اصلا هايبوبليزيا او احنا كنا بنقول ان في فعلاج مسلا ان انا بعمل ان انا ممكن ان انا عايز اضعف عضلة او يقوي عضلة ان انا قوي العضلة ان انا بخليها مسكة قدام اضعف العضلة ان انا خليها ترجع وراءida تخيل ان العضلة عندي هنا اصلا ضعيفة و حصل ما لها ورجعت وراء يعني مسلا زينا عندي عضلة مفروضة انها تمسك قدام قدام لا هي حصل لسبب أي سبب اي ان كان رجعت لورها وحصل لها ما او هي اصلا هايبوبليزيا نسيجة او طير في الموصل او طير في الموصل او الشيس. طيب عندي هنا اه حاجة كمان على مستوى آآ بيحصل في ليجين. يبقى انا عندي هنا انا عندي في البداية خالص من ممكن ما تبقاش موجودة اصلا. ده ممكن تكون نسيجة ان انا عندي ضغطت عليها. ممكن تكون ممكن تكون نسيجة ان انا عندي زي ده على مستوى طيب خرجت من مكانة بتاعت دي وابتدت ان انا اخد نيرف. آآ عشان النيرفي عشان النيرفات تخرج من آآ من بتعدي الفتاحات. نفرض ان انا حصل كسر جنجومة دي. انا 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 معاها كمان جرحت النيرف. طيب الفاسكولر حصل سرومبوزيس في ضغط على النيرف. حصل ضغط على النيرف. المصل بتاعتي ان انا عندي المصل او تمام? التروماتيك حصل فيها في او تير في المصل او المصل شيس. وكننا قلنا ان انا عندي كل المصل دي ليها ليها شيس واحد. يعني كلهم ليهم شيس واحد. تخيل ان في قطع مسلا انا بعمل عملية ان كانت لتصحيح آآ لتصحيح وضع حوال معين يعني وضربت المصل شيس او حصل تسير بزيادة. فدخلته بدل معالج مسلا اللي حولته براليتك. ده سوى من ضمن الاسباب. المايسينيا المايسينيا هلاقي ان انا عندي في النيورو موسكولر جنجشان اللي واصلوات بين النيرف والمصل مش صح. طيب لو انا دلوقتي عندي وزارة هيزهر يعني هيبني في صورة ايه? هلمتفقين ان هو فمعنى كده ان ايه? ده بيبقى باين على طول طول الوقت انت شايف ان في العين فيها حوضة العين بتروح فين? انا عندي مسلا معنى ان معنى كده ان في ان العين هتميل ان هي هتخرج لبرة هتروح للاترال فدائما هشوف العين حصل لها لاتجاه المعاكس لحركة العضرة المشلولة يعني بتشد الجوة بتعمل لأ هي دلوقتي بعضة هيحصل ايه? هيحصل هتخرج لبرة في الاتجاه المعاكس لحركة لحركة العضرة المشلولة. طيب اه هيحصل ان انا مش هقدر احرك عيني في اتجاه العضرة اللي فيها يعني انا مش هقدر انا عندي مشكلة مسلا في مش هقدر داخل عين الجوة. هي هتخرج برة بس اهم مش هارف ان انا داخلها الجوة. في في لها. خلاص? طيب. طبعا ده كله باهم الصورة. بعد كده في حاجة اسمها احنا مقاملين مكلمين عليها بقى. هي المسمة بتاع الزاوية الزاوية. الزاوية اللي نتيجت نتيجة في الموصل دي. يعني عندي مسلا هنا في في الصورة دي. عندنا هنا في 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 حصل ايه? فحصل ان العين دخلت له جوة. حصل لها فالزاوية اللي دخلت بها دي اسمها تمام? في الوقت العين السليمة هي حلو? يعني هي في الوقت في الوقت ان العين السليمة بتاعتي هي فيه هنا. ده زاوية ده قد ايه? اسمها طب تخيل ان انا غطيت هنجيب الصورة ايه. عندي مسلا في الصورة دي انا عندي راية هي اللي فيها مشكلة تمام. اه تمام عندي راية هي اللي فيها مشكلة. فالعين مفروض ان هي دخلة لجوة. حل? طيب. اه الزاوية الزاوية بتاعة الزاوية بتاعت العين الزاوية بتاعت العين دي. اللي نتج نتيجة 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 بتاع دي هي طب تخيل معي اه وفي العين في الحالة دي العين السليمة المفروض ان هي عاملة زي الصورة زي الصورة اللي تحت هنا كده خلص طب تخيل معي احنا متفقين دي العين اللي فيها مشكلة آه عمل هو ايه حط حطه هو هنا آه عمل لها او حطها هايا لأي كان حال العين دي حصل لها مشكلة لأ العين حصل ان هي زاد بتاعها او بقت لا. هي دي الانجل بتاع العيني في الوقت اللي حوصل فيه بالساوند اي. طيب تخلي معايا كده ان انا جيد غطيت الساوند اي. غطيت الساوند اي. المخ احنا عارفين ان هو عايز صورة سليمة. وان هو عنده اهم حاجة في الموضوع. طيب اه في بداية في بداية لما كان عنده عين واحدة كان مكتفي بالصورة اللي بياخدها من العين السليمة. طب تخيل دلوقتي وحتى لما انا غطيت العين الساوند. اه هو اه هو مش فرق معي انت خلاص انت رايحتوا ان في صورة صورة عنده فيها زغلالة. لا 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 هو اكتفى بالصورة بتاعت العين السليمة بردو. طيب جيت بقى انا جيت انا بقى عملت ايه? غطيت العين السليمة. بقى العين بقى المخ جاي له صورة واحدة بس اللي هي ال او اللي فيها او اللي فيها او اللي فيها اي سبب ان كان بسبب بسبب العين. فبيحاول نحو يقول لها خليها عندك دم. حاولها تبزيني معانا شوية عشان تديني صورة اه صورة صورة قوية او صورة سليمة. فبيزود لو هو احنا عارفين طبعا ان احنا بيجي للمصص دي عشان هي حصل لها فلو فرضا دي بيجي لها اه اتنين لا هي هيجي لها اربعة. نحو بيحاول ايجاب بيجبرها ان هي تتحارق ان هي تكون ان هي تشتغل عشان يحصل بالعين. عشان تدي عشان تصحح عيوب الصورة اللي بتشاف بيها. فهيراحز ده ايه? هتلاحز ان العين دي بيحصلها بس في نفس الوقت لو ان الحقل شافه فهتلاحز ان العين دي ان العين بيحصلها طب ده ليه? ليه لان انا المفروض ان انا عارف ان انا عندي عشان العين مثلا عشان العين لو انا لما لو هي طبعية المفروض ان هي هتبصلي ناحية اليمين لبرا. هل هي العين هتبص لوحدها بس? لا هي محتاجة مساعدة. المساعدة بتحصل عن طريق ايه? عن طريق الانتاجونيست العين العضلة اللي بتعاكس اتجاهها في نفس العين زي العين بيعمل لها انهيباشن. وفي العين التانية في عضلة بتساعدها في نفس اتجاهها اللي هي اللي هي دي بيجي لها استيميولاي زيادة. نفس عدد الاستيميولاي بالزبط اللي بتيجي للراية تمام? وتخيل ان هي سليمة اصلا. فلما يجي لها اربعة كمان استيميولاي لأ ده هيحصل دي فيش هنوضح جدا ان هي تبقى اقوى بكتير من راية طيب. من الليفت لاتر الريكتوس بقى هي اسمها ايه? بالنسبة ليه? لحركة العين يمين وبرا. اللي بتسبب هي اسمها الكنترالاتلر انتاجونست. تمام? اه يبقى احنا عندنا اربع عضلات اه الديريكت العضلة اللي بتشتغل اصلا اللي هي الراية لاترال ريكتوس. الكنترالاتلر سينارجيتك اللي هي الليفت ميديا الريكتوس اللي بيستعادة ان هي بتحرك في نفس الاتجاه. اللي بتضدها في العين الوحدة الراية ميديا الريكتوس ودي بيحصل لها انهيباشن هي والكنترالاتلال انتاجونست. الاتنين بيحصل لهم انهيباشن بالبرين عشان يساعد في الحركة المعينة دي. طيب تخيل معي ان انا في عين اصلا مضروبة فيهم. وبيجيلها في عين في عين فيها مشكلة فيها مشكلة فيها. نركز على عضلات اللي هي مع بعض. آآ هيجيلها بعدد رهيب. يعني لو هي بعدد بيجي اتنين هيجي هنا اربعة او خمسة. كمحاولة من المخ ان هو ياخد صورة سليمة. وبتيجي لنفس العضلة اللي هي الطبيعية برضو. فهتدخل فهتدخل لجوه. هيحصل ان العين الحولانة هتوقف هتوقف في المص في حين ان العين السليمة هتعدي وهتدخل لجوه. الزوية بتاعة العين السليمة دي بقى لما يكون في فيكسيشن في اسمها السكندري وهو ده اللي هو بيقوله لك ان انت عندك اللي هي بتبقى امتى لما تكون اللي هي مش متغطية. آآ هي اقل من السكندري انجلو ديفيشن. امتى السكندري انجلو ديفيشن تتحسب لما تكون هي الفيكسين. وده بيحصل امتى? لما غطي الساوند آي. طيب ده ليه? نتيجة ان النوع في الحالة العادية لما يكونش عندي باراليزز كل العضلات في العينين بتاخد اكوال امونت اوف انرفيشن. بيجي لها اكوال امونت من ستيموليشن من البرين. طيب لو حصل ان عضلة فيهم باراليزز بيجي اكساسف امونت اوف انرفيشن للعضلة البراليزز دي. عشان كمحاولة من المخ ان هو ياخد صورة سليمة تاني. وفي نفس الوقت بيجي بيجي هاي انرفيشن في الاثر ايه. تمام? بتعمل جريتر امونت اوف ديفيشن للساوند ايه. هو ده الكلام اللي هاشو احنا وهي. بقى انا عندي انا كنينة ان هي آآ عينها بتبقى حاودة في اتجاه المعاكس لحركة العين المشلولة. بيبقى فيها عندي مشكلة ان انا اقدر احرك 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 العين في اتجاه العضلة حركة العضلة المشلولة. بيحصل عندي بتبقى اقل من السكندري او السكندري اكتر من السكندري دي ايه? السكندري دي زاوية العين السليمة لما تكون لما تكون لتحت تحت تحت الكوفر مسلا لما يكون حصل طيب ايه البرايمري? لا هي دي زاوية اساسا نتيجة بتاعت المصل. طيب وفي مع كمان انا عندي كلها بتاع اي متاعة هتبقى كلها في اتجاه حركة في النفس في في اتجاه الحركة بتاعة ده مصل بعد نجي نفسه هو بيبقى في عكس اتجاه حركة ده مصل طيب تاني يبقى انا معايا هنا انا عندي دلوقتي هي اللي فيها مشكلة هي دي واحنا متفقين ان او بتاعتها هي اللي بتشاهد بساعدها ان هي تروح بنفس الاتجاه وهي المضادة لها في نفس العين هي طيب تخيل معايا كده بقى ان العضلة دي ضعفت اساسا وكلهم على بعض في الحالة عادية بيجي لهم نفس يعني العضلة اللي هي هتشتغل اصلا بيجي لها ونفس الكلام في حين ان العضلات اللي هي سواء على كانت بيحصل لهم تمام بنفس يعني هنا انا زودت اتنين انا هنا بعمل من مقدار اتنين وها كزا خلاص ده في النورمال طيب في عضلة فيهم ضعفة بيجي لها عالي جدا لو انا في العادي بيجي اتنين هيجر باستيميوليشن والاستيميوليشن ده بيجي لتنين اللي عضلة اللي هتشتغل بتاعتها اللي هي خلاص تمام فالعضلة الليفت ميديا ريكتوس دي طبيعية اساسا سليمة كيفية عليها الاتنين لا انا اديتها اربعة فهلاحظ ان هيحصل ان هيحصل ديفييشن ملحوظ لها الكلام ده امتى؟ هايبان امتى? هايبان امتى قوي بالذات امتى؟ لما هقدتي الساونت اي لان انا جابرت السكوانتنج ان هي تجيب صورة تجيب صورة سليمة فالبرين بيديها في stones توسط سليمة نفس الطاقة اللي بيديها بالعبيد دي بيديها الليفت ميديا ريكتوس برضو وهي تحت الغطاء اساسا ليه هي تحت الغطاء اساسا طبعا اكلا انا انا في الليتنت انا قونا کونا نتساخد المكتدة شايفة عشان نشوفحلكت اللي عين او حتى لو ان هي ضحت الغطة وانا شلته وعملت وشلتها بشكل سريع هلاحظ ان الحركة ان الحركة الايان السريمة ان هي بتخرج من برا من جوة البرا دي الحركة بتاعتقدها ما كده ان كان فيها المهم هتفعل ان انا عندي بيحصل ازاي في الحالات طبيعية اه بعد الحالات طبيعية ان انا قلت ان فيه بتاخد كبير اه هي والا هي والا هي والا هي اه ما غطيت العين اللي هي اصلا حصل لها معين بانجل معينة اسمها حال دي هتتغير تحت هل هتتغير وانا مغطية وانا مغطية لا هي اصلا بيحصل فيها عادي فمش هتتغير والعين جاله صورة واحدة سليمة هو راضي عنها طيب تخيل بقى ان انا حرمت من الصورة الوحيدة السليمة اللي هو راضي عنها وغطيت العين هيروح يدي اللي زي ما قلنا ان العين دي عشان يحاول ان هو يجيب منها ان هو يجيب منها صورة كويسة حتى تلاحز ان اللي فوق تحس ان هي زي ما تكون يعني مريضة ان هي معرجة لكن هنا سليمة فيها كويس وفيها نتيجة اللي عمله الزيادة وطبعا زي ما تفعل ان هو بيدي للعضلة هتشتغل بتاعته فحصل تحت الحائل للعضلة السليمة اللي تحصل للعضلة السليمة ده اسمه طبعا هيبقى اكتر كتير جدا من العادي اللي حصل فوق اساسا اللي هو هو تخيل الزوية دي من الزوية دي طبعا باهم جدا ان الزوية اللي تحت اكبر وده معنى تفسير كلمة ان اكبر من اه باقي بقى ان حصل ديبلوبيا اه ان احنا محتاجين طيب معنى كلمة ديبلوبيا عشان نفصل عليها ديبلوبيا ان انت بتشوف صورتين صورة سليمة وصورة مش واضحة تخيل معي ان انا حصل عندي ادي العين السليمة حصل فيها اهي وعين تانية حصل فيها مشكلة في فدخلت له جوة العين اتقلبت له جوة اتقلبت له جوة معنى كده ان الصورة هتقع على عاني ريتنا هي دخلت له جوة هتقع على النيزل فالبروجيكشن بتاع الصورة بيقع فين في نفس الاتجاهه فحصل هل الصورة اللي حصل لها دي هي جاية من الفوفيا ولا جاية من حتة تانية من ريتنا جير الفوفيا جاية من حتة تانية جير الفوفيا فصورة جير واضحة فحصل ان في صورتين ان العين شايفة صورتين صورة اصلية اللي هي بتاعت العين الراية العادية اللي حصل اللي سقطت على الفوفيا وصورة مش واضحة اللي هي الدبلوبيا دي اللي جاية من الراية اي اللي حصل فيها مشكلة من الليفت احنا عندنا كده قاعدة بتقولك ان الصورة اللي ما تقع على الريتنا نيزل لما جينا شوفها برا هتقع على من ناحية التمبرل لبرا لكن لو وقعت على الريتنا تمبرل بشوفها هنا نيزل خلاص طيب لو انا جيت اشوف ان انا عندي هنا في الصورة التانية انا عندي الميديا الريكتس هي اللي كان فيها مشكلة فلعين حدفت لبرة حدفت لبرة انا خرج التيمبرال هي فالصورة لما جات تقع على الريتنا وقعت فين وقعت على الريتنا التيمبرال لان هي حاودت لبرة لكن البروجيكشن بتاع الصورة كان نيزل لجوه فعدى الميد لاين حصل ان هي الكروزد الكروزد ديبلوبيا طيب في هنا سكين بسيطة لها عشان تفهمها ان انا عندي بسم الله الرحمن الرحيم ان انا عندي حاجة نوعين من ديبلوبيا وان كروزد ديبلوبيا ايه السبب في هنا وايه السبب في هنا او الاب دكتور او الاب دكتور اللي هي الليفت لاترال بتعمل ان كروزد ديبلوبيا ان كروزد لكن بتعمل من ناحية تانية خد ميسألة تانية عشان اتوارف تسكينه الابدكتور هي فبتعمل لكن الابدكتور هي هتحس انه فيه كروس في الموضوع تمام فهتبقى هي هي دي فكرة الديبلوبيا هنا طيب هو الديبلوبيا اللي احنا قلناه ان حصل ديبلوبيا ليه اصلا لان الصورة وقعت على الريتنا في مكان جري الفوفيا وده حصل نتيجة انه حصل مشكلة في العضلة طب ما انا حصل عندي براليسس حصل عندي ديفياشن فهيحصل ان العين فعلا هيحصل لها ديفياشن فهيحصل فهتقع الصورة على مكان تاني جري الفوفيا في العين فيحصل لصورة للصورة صورة غير طبيعية ممكن تكون مكان نيزل او حسب لو حصل ان انا عندي مشكلة في يبقى الصورة هتظهر فين? هتظهر تمام? لو حصل ان انا حصل عندي في الميديل هتظهر نيزل هيحصل تمام? طيب يبقى انا رجع تاني احنا قلنا الدبلوب يا اهي? ايه هي الصورة? بسبب بتاعها ان الامج وان الصورة وقعت على ان هي وقعت على مكان تاني جري الفوفيا خلاص? الامج اللي هتطلع 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 بالنرمال اي هي كليل واضحة جدا لان هي بتقع الفوفيا لكن الامج اللي وقع على هي بلارد مش واضحة لان هي وقع برا الفوفيا طيب الكاركترستيك بتاع الصورة دي ايه بقى? ان هي باينوكلر ان هي تظهر لو انا ان هي ظهر عندي دبلوب يا دي لو ان انا عيني اللي اتنين مفتوحين مجرد ما قفلت عين انا انا اتخلصت من صورة ولو قفلت العيني انا اتخلصت من 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 طيب. اه وفيك احكاية معنا ملحوظة ان الصور ان موضوع الموضوع الديبلوبيا ان انا اشوف من الصورة واحدة اتنين دي صورتين فوق بعض او تحت بعض او بديدين حوارين بعض بيبقت نفس اتجاه حركة العضل البرى لسا وهنشوف لها صورة دلوقتي. يبقى انا عندي الديبلوبيا نتيجة ان الصورة وقعت على برا الفوفيا فطلعت لي فوس امج. اه ميزة الديبلوبيا النهية او الصورة اللي طالع ان هي باينوكرانية تظهر ان انا بزمتك انا عندي عين عندي عين اصلا اسكوانتنج. تخيل لو انا غطتها. انا عيني شايفة صورة واحدة بس الصورة السليمة الكاملة. طيب انا عيني عندي سليمة بتشوف صورة سليمة. تخيل ان انا غطت العين السليمة. هشوف صورة مهزوزة بس هي صورة واحدة بالعين اللي اسكوانتنج. طيب الصورتين انا هشوفهم امتى واضحين ان فعلا فيه صورتين وفيه فرق ما بينهم شديد لدرجة ان هي البان فعلا يعني فيه صورتين لما يكون في ان انا بحاول ان انا بص في اتجاه العضرة المشلولة طيب اه بيقول لك هنا ازاي ان انا ممكن اتخلص ان البيشنت نفسه يتغلب على فكرة الدبلوبي احنا متفقين ان هي يعني لازم العينين مفتحين عشان اشوفها طيب بيبقى بسيطة ممكن ان انا اعمل لعين منهم وده لو على مستوى لتشايل ان هو لسه عنده ومش متيور قوي فسايا ان هو يعمل العين يقول لك يا رايح يعمل معي انا مش هبزل اصلا ما كنت كفاية عليها واحدة. طبعا? اه ممكن ان انا غطي عين منهم. اي عين من هم بس طبعا بالتأكيد يعني هغطي الاسكوانتنج. اه بعد كده اه ممكن ان انا اعمل ان انا اغير من وضع بتاع الهيد عشان اه اعدل اعدل الصورة. احبا قد ما اقدر ان انا اعدل الصورة. طب ازاي الكلام ده? الهيد او الفيس نفسها بتتحرك في اتجاه انا بحركها في الاتجاه للحركة بتاعة يعني انا مثلا عندي في يعني مش عارف احرك دماغ مش عارف اخرك احرك عيني مش عارف احرك عيني عندي ما تشعر الموفمينت فين لي في اللف في اللفت لاترال ما بعرفش اعمل افضاكشن. يبقى انا اخرج عيني كل اخرج وشي كله او دماغي كلها اوديها ناحية اللفت لاترال. تمام? يبقى ايه في نفس اتجاه الموفمينت اوف زا او اه الموفمينت الليمتل. ليه? عشان افويد الدبلوبيا في البرسون ده. يعني هو مسلا هنا مدي مدي مسال. تو افويد زا دبلوبيا. انزا ازا افويد دبلوبيا زا برسون ترني هز اه هز فيز توزا رايت. واي الاي اه واي الاي ار اه ايه سانية واحنا مش السورة مش واضح قوي. ازا سيم مش تمام. يعني انت عندك مسلا هو انا بيقول لك لو انا لو انا هحرك لو انا هحرك الفيز بتاعي كله الرايت هلاقي ان عيني دخلة للشمال. احرك راقي ان عيني دخلة للشمال. تمام? يعني هو هنا بيقول لك فوق ان هو بيدي لك من من المسال اهو ان هو عنده مشكلة في السكس اه السكس نيرف والسي اللي هو الابديوس انت نيرف اللي هو من في 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 اللاتر الريكتوس هنا هي عنده مشكلة في العين اليمين. طيب اه انت عايز انت عندك هنا دلوقتي هي طب عشان هي انت محتاج عشان تعمل عشان تعمل عشان تخلي عشان تخلي انت محتاجة. هو عنده مشكلة في الفترق مش عارف يخرج لبرا. فانت ميل ميل دماغك نحية ليه? رعيات الريت نحية الريت نحية الريت. او مش عارف مش عارف هو مش عارف هو مش عارف يخرج برا فماييل الدماغك نحية نحية الريت لبرا عشان لاني البيت بقت قويس. تمام? حل? لانها لما مايل دماغي ناحية الراية هلقين العين السليمة انا بمايل ناحية الامين هلقين العين السليمة اه خرجت ناحية الشمال. فهينا بقى كويس وان انا اننا قدر اشوف بيه. خلاص? طيب يقول لك في حياة الراية بيحصل ان انت اللي تشم بتاعي بتاعمل السبير والابليك بتعمل آآ بتعمل بتعمل ان هي بتعمل ان هي بتعمل ان هي بتعمل وتعمل وبتعمل ففيها معناه ان انا هخلي بتاعي دو وليه يتلتد فين زه لان هي بتعمل ان هي بتعمل اب دكشن ايه هي تلتد طوزة ليفت. عشان الاي تروح فيها تروح للرايت. فتتتعادل معي. خلاص? ده يبقى انا عندي هنا اللي تشين حدت لشان ان انا نزلتها لتحتي دي دي عشان لكن انا عملت عشان عشان فكرة ان هو بيعمل هو هنا بيعمل ان هي فبتعمل يا نفس الفكرة. المهم ان انت لما ييجي مسلا اه في اتجاه ييجي يقول لك ان انا عندي ان انا عندي اه العين فيها في ناحية فمعناها ان انا هعمل لكم ناحية ايه? ناحية الفكرة انت فهمها طبعا اهي. وهنا طبعا فيه امثلة كثير جدا ان هو بيقول لك اه ان هو بيقول لك ازاي? اه عشان ان ان انت عملت لو انت عندك اللي هو بتاع بتاع خلاص? بتعمل ايه? بتروح ناحية الاتجاه المصوب. ماشي. اه بس انت بتعمل تورد تورد الافكت تورد الافكت الصايد. دفعي سكس نيرف بولسي. خلاص? طيب الفورس نيرف بولسي ده اللي يهمني اللي هي التروكلير. نيرف. يبعني كده خلاصة دبلوبيا. وعرفت انها بعمل الهيد اه الهيد بوزشور ليه? وبعمل كفرينج اي. بعمل سابرشان. طب ده عشان انا او افركم الدبلوبيا. طب امت اصلا? انا يكون عندي بريرتكس كوينت وما فيش دبلوبيا. لما يكون انا عندي سنجل اي. او يكون عندي اه اميليوبيا في واحدة من اتنين او يكون عندي. يعني انا عندي واحدة عين اصلا متغطية بالتوزس. طيب فكرة هي نائجة من نفس فكرة دبلوبيا. ان انا حصل عندي اه بروجيكشن غلط للصورة نتيجة ان الصورة اصلا وقعت في مكان جري الفوفيا. يعني انا حضط عندي. انا حضطت اهو. اه عندي ازا ستين مية. او عندي ازا ستين مية. لو انا لو انا بشوف كويس والحاجة على الفوفيا هارف امسكها لطول. لو انا عندي مشكلة دبلوبيا وفولس بروجيكشن هلاقي ان انا مش عارف امسكها هي قبل يا بعض. طب الكلام ده على اساس ايه? لو انا قبلها ده معناها ان انا عندي انكروزد انكروزد دبلوبيا. تمام? يبقى الصورة كانت وقع في على كانت وكانت وقع على يبقى انا عندي حصل عندي حصل مشكلة في العين دخلت لجوة الصورة وقعت على النيزل ريتنا حصل بروجيكشن لها في التمبرل فانا شفتها بعيد عنها تمام? لكن لو انا عديت لو ده الكلام ده لو انا ايدي جات قبل الازازة ومتغيل ان انا مسكتها. لو لو انا عديت الازازة بعدها ده معناها ان انا حصل عندي كروزد دبلوبيا. هي دي فالس انفكرة او هنا بيقول لك ان ان انا عندي ان انا مش واعي اصلا بالمكان بتاع الحاجات اللي محطوطة نتيجة. وده بيبان امتى? في ال اكشن او زي ما احنا متفقين ان كل بتبان في الاتجاه بتاع حركة العضلة المشلولة. معادة نفسه هو في عكس الاتجاه. طيب. ده بيحصل امتى? ده بيحصل لما البرين بيدي امبلس كتيرة جدا للبراليس ده مصل. عشان تحاول ان هي تكون تمام? وبيحصل كمان هي ده بيحصل بين شديد جدا نتيجة الامبلس اصلا عليها نتيجة الديبلوبيا والفولس بروجيكشن. يبا احنا هنا خلصنا ان احنا عندنا اه عندي الديبلوبيا وازاي ان انا اقدر ان انا عليها وازاي اصلا ان هي ممكن ما تحصلش. وعندي هيدك وفرطايجو. وعندي ان ازاي ان هي تكون اقل من السكندر انجل اوف ديفياشن وفسرناها. وهنا هو بيديك صورة تانية لحيدة الفولس بروجيكشن وايه? الديبلوبيا. ان هو عنده دلوقتي صورتين. ان هو عنده صورتين. الصورة بتاعة اللي هي الصورة شارب جدا واضحة. وصورة تانية فوقها. ايه هنا بالمناسبة. نتيجة ان هو حصل عنده اه دبلوبيا او ديفياشن. طيب. يجي بعد كده يقول لك في الهروزونتل انا بعمل لو انا عندي اه لو انا عندي وهي بتبقى في اتجاه الحرك بالمناسبة. ده في حالية ايه? في حالية مثلا ان انا عندي في حالية في حالية ان انا عندي اه اللي حصل فيها مشكلة. الميديا هي اللي حصل فيها مشكلة. طيب. في حاجة بيحصل او في حالة في حتة في حتة في حتة في حتة في حتة يعني مثلا لو عندي هيحصل فيه كومبنسيشن ومعها طيب او آآ بيحصل ان فيه زي ما قلنا ان انا عندي ان انا عندي واحدة من الميسوس ان انا احاول ان انا احسن فكرة ان انا عندي صورتين ان انا اعمل للعين وده طبعا لو هو يونج مش ادلت ان صعبة صعبة ان هي يعملها في في الادلت لان هو عنده سينجل بنوكرا الفيجن تمام طيب ممكن المسل تشينجز بقى تجي نسبر لها ماشي موجود المسل تشينجز ادخل معايا الصورة اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الديبلوبيا اه هنا مسلا سيبك من الحال ده انها عندي مشكلة في 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 الراية في الرايت لاترا الريكتس ودي العضلة اللي فيها مشكلة تمام العضلة دي فيها مشكلة وانها ده حاجة مع مرور الوقت العين بتدخل لجوه الرايت ميديا الرايت ميديا الريكتس بيحصل لها كنتراكشن كنتراكشن من قطر اللي حصل فيها بتقصر بتحصل فيها وفيبروزيس فالعين بتبقى لجوه قوي تمام ده على مستوى طيب حصل دلوقتي ان انت عندك العين كمان العين كمان ان هي حصل فيها عالي جدا فحصل في العين الساوند مع مرور الوقت مع مرور الوقت حصل في العين الساوند خلاص وحصل ضعف ولاكسيتي لي الرأي اللي 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 العين اللي هي الكونترا الانتاجونس ده كده انا اتشوفت الصورة ننتكلم على الوينس اللي هو مقال عليها وقولك ان حصل في الانتاجونس اللي هي ان هي ما ان هي ما تضدش ان ما لايهاش اكشا مضد ليها ان انا فقدت فما فيش حاجة ضد شغل فبقيت من قطر الكونتراكشن اللي داخد فيه احصل لها كونتراكشن تمام احنا قلنا ان انا عندي مسلا اتضربت يبقى بتاعتها هي 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 من قطر ما هي بقى يجيلها انهيباشن خلاص بقت اندر اكشن ما بقتش تشتغل نتيجة الانهيباشن اللي حصل لها بتقوى في الكونتراكشن بتوصل بتوصل الكونتراكشن انا قلت في الصور اللي فاتت دي ان انا عندي رأي اللي فيها مشكلة الكونتراكشن بتاعها اللي هي جالها عالية جدا فبقيت فيها فحصل نتيجة الكونتراكشن اللي رأي حاليا يبقى انا عندي حصل كونتراكشن للإبزيلاترال أنتاجونست او داريكت انتاجونيست وي اندر اكشن للكنترالاترال انتاجونست واوفر اكشن للكنترالاترال ااجونست او سينارجيتيج تمام؟ اه اه بعد كده ازاي انا شخص المفروض ان انا عايز اشوف الاوكران المطريطي عشان احدد فين المشكلة في اي عضلة فيهم بتبان ان انت مش عارف تحرك عينك في اتجاه العضلة اللي فيها وفي حاجة اسمها دبلوبيا شارت وفي حاجة اسمها هيسسكرين طيب انا عندي الدبلوبيا عندي تستينج في اكرا موتوريتي بص فوق بص تحت بص يمين بص شمال بص فوق والبرة هختبر التسعة جيزيس اللي عندنا دي انشان يشوف اي عضلة فيهم اللي هي باراليتيك طيب الدبلوبيا شارت اهو بيزبط بيقول لك انها بيختبر باراليتيك و دي ايه فائدة عشان اشوف عشان اشوف怎麼了 وعشان اعمل follow up و عشان اكرر و عشان اكرر انا هامل ايه يعني هكرر دقييل الدقييل فقد اقدر فقدار اكرر ال الانتروفنشن اللي منكن يتاعمل او الصحب بعد كده في حاجة احنا قلنا في حاجة سمها دبلوبيا شارت البلوبيا شارت ان هو بيلابس بيلابس العيين في قودة في دارك كروم. آآ نضارة فيها عدستين. عدسة حمراء على عين اليمين. وعدسة زرقاء على عين الشمال. ويحرر ويقول له ويقول له حرك هناك في جمال التي جايت فوق لتحت على حالة بالجدول ده الجهزة تسعة جهزة دي. ويسأله هل انت شايف طبعا بيستخدم مصدر ضوء آآ اه مصادر ضوء سواء نقطة او عمود لكن احسن هو بيستخدم العمود. عشان هو ويسأله هل انت شايف آآ صورة صورة العمود دي احمر واخدر فوق بعض والاحمر واخدر منفصلين. ويشوف اي اتجاه فيهم واشايفها تنين. فهيفهم اني دي بسبب 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 يبقى انا عرفت ان انا عشان عامل دياجنوزيس. طبعا السمتوم سوسين. بعد كده عشان اشوف اي عضلة اللي فيها مشكلة. با 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 بعمل تاستنج الاوكرا الموتيليتي. بستخدم طول بيبية عشان اشوف الدبلوبية حصلت في اي وضع فيهم. فبالتالي بستنتج العضلة اللي هي عبارة عن شرطات كده. شرطات انا بحدد فيها على اساسها الدجري اوف البراليس ده اوف البراليسس. وبعمل فولو اوب بيها للحالة. طيب. عندي هنا تريتمينت اوف باراليتيكس كونت. والله فيه كونسرفيتف تريتمينت. وفيه سيرجيكال تريتمينت. كونسرفيتف تريتمينت انا بصبر عليه. يعني هو علاج من غير جراحة. من غير تدخل. فيه ناس بتقول لك والله ان لو عندي مشكلة في النرف يصبر عليه ستة شهور. ممكن ان هو يتحسن لوحده. ان يحصر للنرف ويرجع لوحده. خلاص. طيب لو انا عندي سبب مسلا ممكن ممكن ان انا عالج السبب نفسه. ممكن ان انا عالج السبب. كونسرفيتف ان انا بحافظ. انا لسه يعني مش بتدخل تدخل جراحي. اه بيقول لك مثلا انت اصبر عليه ستة شهور. لو هو لسه ما عندوش دبلوبية عالية قوي. ممكن يحصر للنرف وترجع كل حاجة كويسة. او عالج السبب اي سبب كان بقى يعني عندك عالج سبب بتاعها اتحكي اعمل كنترول ليها هتحل المشكلة خلاص اه ممكن ان انت تعمل اكولوجين اف زوان قوي ده في حالة لو انا عندي دبلوبيا عالية جدا عشان احميه من الاثار بتاعتها لان ان الدبلوبيا مؤلمة جدا وبتدخله في هيدك وفورتايكو وبسبب المشاكل كتير اه في ده في ممكن ممكن ان انا عمل طب الاكولوجين ده ازاي طب لو انا في وهو لسه اصلا عنده ما تكونتش مع ان انا عمل طول انا كده بحرمه ان يعمل ان يعمل لسه مفيش مرحلة لسه ما كملتش ما بين الريتنا وما بين البرين لان في كمان في معلومة لازم طب اعرفها ان انا عندي اه مليون مليون نيرف ما بين الريتنا وبين البرين بيحصل لهم بيحصل مرحلة الوارنج ما بين ستة شهور وستة سنين وان كمان لا مش 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 ده بس اللي بيحصل لأ ده كل ده كل عين بيتنافس مع العين التانية ان مين اللي يحصل فيهم الاول الوارنج ده وده نتيجة العين القوية اللي شغالة اللي عضلات فيها كلها شغالة طب تخيل معي بقى ان انا عملت اللي عين منهم في ومنعته خالص ان يحصل يبقى انا كده بحكم عليه ان هو يحصل يبقى انا لازم اكون حكيم في اختياراتي للاكولوجين كان فيه زمان بيقول لك ان انت عاملها مسلا على حسب السن يعني مسلا لو هو عنده اربع اربع سنين يبقى انت تعمل 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 لمدة اربع تيام مسلا في الاسبوع طبعا كان ده غلط جدا ان انت المفاترة طويلة لا انت عمل اولترنيت على مداري اليوم مسلا ساعة وساعة ساعة وساعة ساعتين وساعتين وهكذا عشان افويد الامبيليوبيا لان انا مش هحلله الديبلوبيا ادخله في امبيليوبيا ان هو ما يشوفش خالص بيها طيب نفرق بقى ان اعدى ستة شهور وانا ازبرت عليه ولا حصل ولا اه ولا حصل ولا حصل اي حاجة مع الاكولوجين ولا الكوز ساعت انا محتاج ان انا اعمل ساعتها ان انا اقرر اقرر ازاعة لحسب درجة اللي انا بكررها من هل العين حصل فيها براليسس بس تقدر تعدي العضلة بالموفمت بتاعتها ساعتها انا ممكن اقوى العضلة الضعيفة اقوى العضلة الضعيفة ازاي ان انا اعمل لها ما يوتو ان انا قص منها او اثارها او ان انا اا افتحها مسلا وشبكها مع العضلات الشغالة اا او ان انا ده حاجة ان انا هبعمل للعضلة الضعيفة اللي فيها مشكلة طيب نفرض ان هي خلاص ما بتعديش ده خلاص يبقى انا هشتغل على العضلة القوية اللي حصل فيها ان انا هضعيفها خلاص هضعف العضلة القوية ازاي ان انا بعمل تمام ان انا اضعف ان انا مسلا هي اا كتلة كاملة على بعضها لا انا بقطعها من النص وبربطها بعضلات فوق وتحت خلاص يبقى انا بضعف العضلة اللي معها في نفس العين لان هي انا بضعف العضلة دي لان هي بقت قوية زادة عن النزوم ده في حالة ايه لو انا العضلة الضعيفة اللي عندي اللي حصل فيها بارالايز ده ما بتعديش طيب هي بتعدي يبقى انا هشتغل على العضلة الضعيفة وقويها ان انا هأسرها شوية او ان انا هقدم بتاحها قدام طيب ايه هي المسل مش ان انا قصيت العضلة وغيرت في مكان بتاحها تمام اللي هي سياسه البسي ان هو بيقص ان هو بيعمل ايه ان انت ان 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 تنا ان 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 ت تقص ان ات بتقص جزء ان العضلة ان تبتقص جزء من العضلة ان تقص جزء من العaydله اللي هي سفيرور Suffيرل بتوديها بتشدها من فوق تحتها عند الل血اء اللي عضلة اصلا ضعيفة اللي عضلة لطبيل fertility فتديها قوة من عضلت دي فكرة Euro يبقى نا عندي هنا انا اقطعت العضلة من النص العضلة اللي هي هي اف cercao اصلا اللي هي افво 50 اصلا انا تطعتها من النص تعملت لها تير عملت او او عملت او عملت producers ده العضلة القوية ده في حالة ايه لو حاله في حالة لو العضلة الضعيفة بتاعتي ما بتعديش الميدلين. يبقى انا عملت فيها ايه? بقى انا اطعطاها من النص عملت فيها عملت اطع فيها بسيط من النص قليلت القوة بتاعتها. ده يعني انا مسلا لو انا عندي هي اللي فيها مشكلة. فيها ده معناه ان فيها قوة عالية جدا. يبقى انا محتاج ان انا اعمل في عشان ان هي تضعف شوية. فتسمحني العين اللي هي تتحرك في الاتجاه طيب بنيجي بعد كده. انا عقول ان انا عندي مشكلة في الراية هيا العين بتقدرش تعمل في التجاه اليمين بسببها. معناها طب هي العين بتقدرش تعمل اوي. يعني مبتقدرش اتعدي خلص الميدلين ولا بتعدي الميدلين. بتعدي الميدلين يبقى انا هكاوي العضلة دي ان انا هاقطع جزء منها عشان اكاويها. اه وده في حالة ماصل لو هي مش لو هي بتعدد الميدلين طب ماصل ترانسبوزشن في حالة مثلا زي في حالة اللاترال ريكتوس. انا بقى بقى اعمل آآ بقطع بقطع جزء من جزء ما بقطعش من يعني انا ما اجيبش عضلة مش ترانس بان ليش اجيب عضلة من بره لأ. بقطع جزء من ووصله لمكان ايه اللاترال بولسي ليه? عشان اضيها طاقة آآ آآ اللاترال ريكتوس بولسي عشان انا اضيها طاقة انها تشتغل. تمام? ده فكرة انه انت في الاخرين اللي يهمك انت عندك ليه. تمام? طب لو حالة ان هي بس. طيب ما صلترانس بوزيشن ومسال ليها زي في حالة النيرف ان انا بياخد من عشان طيب يعني ايه ان انا بصبر عليه ستة شهور ان انا بعالج السبب او ان انا عمل عشان احميه من الدبلوبيا بس لازم ايه خاصة في عشان احميه من الامبيليوبيا. طيب طبعا احنا كده خلصنا التريتمنت بتاع والدياغنوزوس وامثلة كتير جدا. بقى هو في الاخر هو بيجايد ديني امثلة على النيرفات اللي ممكن تقوم فيها مشكلة. يعني مسلا احنا من الكمال من لسه على السكس اللي هو بيهايأثر على تمام? لو لو انا اه لو انا اخدت في احتباري ان ريت لاترال ريكتوس مصل هي ده انا بطبع اللي انا قلته اللي فات كله. يبقى ايه اللي حصل? ريت ريت لاترال ريكتوس. يبقى انا مش هعرف اعمل الابدكشن في اتجاه لي. يبقى معنى كده ان هيحصل ريت كونفرجان اسكوينت ليه? لان العين هتدخل لجوه. ريت كونفرجان اسكوينت ايه. هيحصل ايه? ريت ايزوتروبيا. لان تروبيا معناها سكوينت. تمام? ريت ايزوتروبيا. طيب الانجل اوف ديفياشن is larger on looking to the right gays. يبقى الانجل اوف ديفياشن اللي هي السكندري هتبني هتبني ان هي لارجر لو لو رايح لو رايح looking the right gays. لو انا بحاول ابص ناحية اليمين. يبقى انا عندي الصورة اهيه. انه عندي ريت كوروينجر. ريت اهيه. عصر فيها مشكلة. نتيجة ان انا اضربت. تمام? دخلت لجوه فحصل اللي هي ريت ايزوتروبيا. طيب. الانجل اوف ديفياشن هتبني امتى الانجل اوف ديفياشن اكبر? لما حاول ان انا بص للرايت. لو انت مسلا انت ببص لي مين? بصي مين? بصي مين? المخ هيدي هيدي كمية طاقة عالية لها هنا عشان هو يحاول ان هيجبها سنتر شوية. هلان الديفياشن ظهر جدا في العين السليمة. في الناحية الرايت لو انا بحاول ان انا بقى ابص في الرايت جيز. طيب. دي حاجة احنا عارفنا ان احنا قلنا ان بيحصل السمتوم السمتومس بتاعت ان هي ده مصري. هو عنده هنا لان انا عندي مشكلة في الرايت. حصل عندي دبلوبيا وهتزيد امتى لو انا بصيت للرايت في اتجاه الحركة بتاعته? طيب اعمل مصري؟ طيب اريد كويس في بقى عشان نعمل كومكنسيشن في اتجاه تبقى برضو في الرايت عشان هي مقبرة التطبيق. بعد كده الترو كليار نيروف.يبيوكلر نيروف هميعناها السوبيرول وبليك. طب لو باصيت للرايه سوبيرول وبليك. كاي سوبيرول ابليك مسر استفرالايز.では السوبيرول وبليك بتعمل ايه? технолог ان بكت collecting. ان지 بتعمل بتعمل بدكة بتعمل 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 وان هي تحس انها فيها اكستورشن. طيب. اه المفروض ان ده ده هنا الوصف اللي انا شفته. طيب. يبقى عندي هنا رايت ان هي طالع الفوق دي اسمها ايه? هايبر تروبيا. وتروبيا احنا قلنا لسا نقولها ان هي ترو سكوين. يبقى رايت هايبر تروبيا. العين دي بيت اب عندها لان هي بتعاكس الحركة بتاعتها. تمام? او او خلاص ان انا عندي الانفيريور اوبليك. الرايت انفيريور اوبليك هي اللي بقت اه الاباندن الوصف اللي موجودة مفيش فيها اه ان اوبوسد اكشن لها من السوبيريور اوبليك. فطلعت لفوق. فبقى عندها رايت هايبر تروبيا. طيب. طيب انا مش عارف انزل لتحت ولا اعمل انورد موذمنت. ليه? عشان ده تجاه حركة السوبيريور اوبليك. طيب. موجودة. بس بتزيد انت. بتزيد لما حاول ان انا بص لتحت او لجوة. في اتجاه حركة العضلة المشلوية اللي هي السوبيريور اوبليك. طيب انا عندي هنا دلوقتي. انا عندي هنا اه على مستوى فوق وتحت. وعندي اه وعندي مشكلة ابرده وعندي مشكلة في في حتة انتورشن واكشتورشن. يا بقى انا هيعمل ايه? يبقى انا هامد هيل تي تي ده هي? طبام? يبقى هيد تيلت هنا. يعني هو عنده مشكلة في اليمين هو بيعمل هيد التلت للشمال. يبقى انا عندي في الهوريزونتل انا بعمل الهيت تلت انا بعمل بحرك 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 الفيس بحرك الفيس لاتجاه الراية لاتجاه اللي فيه مشكلة. لكن الهيت تلت انا عندي مشكلة دايرة. فمحتاج ان انا اعمل في عكس الاتجاه. يبقى ليه? لانه هو لما يحرك عينه هو عنده مشكلة في اليمين. لما عمل للشمال هتلاقي ان العين نفسها ان العين نفسها تحركت اليمين. لو انا عندي هنا عندي مشكلة عندي هنا مشكلة في عندي مشكلة في عندي مشكلة في الفيكسيشن في اي عين فيهم هالفيجوال اجزيس هلاقي مع الحركة الهيت تلت دي بياتبرر لبعض. طيب السيرد نيرف بولسي. هو الاوكلوموتر نيرف. طبعا انا اضربت حاجات جدير جدا فيه. حصل فيها ان انا عندي راية توزيس نتيجة فده معناها ان انا مش هبقى عندي بالمناسبة عشان انا عندي عين تغطيها اساسا. تمام? هيحصل عشان ان انا عندي انا عندي الميديا هي المتأثرة لكن هي اللي سليمة. فحصل ايجزوتروبيا مش ايزوتروبيا ان هي العين حدفت لبرا. طيب الاكوموديشن اتضربت ليه عشان السيلياري مصل. انا مش عارف اعمل اكموديشن. اه نتيجة المصل. اه لان انا عندي الاوكلوموتر نيرف بس مش بس بيغزي الاكستراوكولر مصل. لا ده بيجي للا انتراوكولر مصل اللي هي السيلياري مصل والديلي مصل. انا ضربت جوه هو فقط اكموديشن من السيلياري مصل وفقط ديليتيشن اوف زيبيوبل. وبالمناسبة مش الدليتيشن في مش في كل اه يعني لها تفسير ان هو هيقول لك اه ميز لي بسبب السبب بسبب هو السيرجيكال ولا مسلا اه سبب مشكلة زي ضابتك لان فيه ترتيبة معينة للنيرف. للنيرفات ان هي ان هي ان هي دورزل ان هي دورزل. اه ان هي دورزل النيرفات المسؤولة عن 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 ال ديليتيشن اوف ذا بيوبل الكونستريكتور اا اه هلا ان هي ان هي دخل لجوه ان هي لها ترتيبة معينة يعني المهم ان هي هتتقلقهم بعد كده ان شاء الله. مع الاوبتك نيرف او ان هي تقلقهم في اول شابتر عشان ما عريبتش اجب لها صورة او لسي سي لدني احط لها صورة فمش هتفهمها من غير ما يكون لها صورة موجودان. المهم ان انا عندي لوتسيرج نيرف بلسي ان انا عندي ان انا رابط عن مستوى الانتراوكولو المصل فقط الاخوموديشن نتيجة باراليسوس في الاسل وحصل للبيول لو نجبت طورش لان هو حصل في حصل فيه حصل فيه باراليسس يبقى فيه نتيجة باراليسس بكل مصل طيب ليه ما فيش دبلوبيا هنا احنا كنا قيلنا من اسباب ان بسبب ان اسباب ما فيش دبلوبيا نتيجة التوزس خلاص نتيجة التوزس اللي حصل طيب ورايت اكزو تروبيا او طور ديفياجن ليه لاننا عندي المادياريكتاس. آآ المادياريكتاج ايه اللي تتأثر بس لكن اللاتر الإنيستلعي مربارا. طيب. هو هنا بيدي بس آآ مجارة عن المصطلحات مهمة ان هو بيقول لك يعني ايه. افي سال مو افي سال مو افيسال مو بليجيا. تفهم معناها ان هي فيها مسل بولسي. طيب احنا اللي احنا قمنا الاول ان احنا طبعا اننا عندي اكون طبعا ان انا عندي اكسترنا يعني معناها مثل مثلا زي في حالة ان انا ضربت معها كمان فبقى فبقى انا ضربت بره وجوه. عفكرة تعتبر من امثلة لان انا ضربت فيها اتنين. طيب والسندروم ده هو ده سندروم بيحصل فيه للسيرد والفورس والسيكس. تمام? يبقى انا ضربت فيه الاكلوموتور. ضربت فيه الابديوسن. ضربت فيه كلهم على بعض ومعهم كمان كلها نيرفاتة هي. كلها نيرفاتة هي. طيب نيجى بعد كده الاربعة نيرفات اللي اتضربوا تلاتة واربعة وستة والافسلمك ومعهم كمان الاوبتك نيرف. هي فوق انا بتكلم على موتور. انا تحت كمان دخلت فيهم السنسوري. الاوبتك نيرف السنسوري بالمناسبة. طيب اه حاجة اتكلم بعد كده الكافيرنا السينس سندروم. كافيرنا السينس سندروم وان احنا قلنا الكافيرنا السينس رومبوز لو نفتكر ضمن الاسبابة كان سبب لي بوريوليتيك سكوين. ليه? ان هي بتقصر على ايه? ان هي بتقصر على النيرف. خلاص? اه هنا بقى جات سريطها تقيني ان انا عندي كافيرنا السينس سندروم. هو عبارة عن براليسيس لايه? للسيرد والفورس والسيكس والسكرينة نيرفس. وهم خارجين. ومعهم اوافسالك والمكزليننيروف. يبقى البساطه. انا عندي سنين سندرومات. كلهم نيرفات. كلهم نيرفات. كلهم النيرفات. هتيجى انت هتقول لي ايه نيرفات? انا عندي سبير consoldoهم هم عندي تلاتة واربعة وستة والافسالك. طيب الكافيرنا السينس سندروم هي تلاتة واربعة وستة والافسالك هما اه كلهم على بعض هضيف عليها майمكزلالي. خلاص?ossible؟ يبقى الجغلية الصيندروم هي السابر والسابر والسابر واضيف عليها الماجزيل على النيرف اليوم الأربطالami脂BS SYNDROME هي سابر والسابر 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 وهضيف معاها الأب تيك نيرف يبقى أنا عندي أربع نيرفات أساسيين في السابر والسابر والسابر حزور عليهم نيرف يبقى فيه صندروم مختلف ألو قلت أن أحطيت الماجزيل عن النيرف مع Acadressinous SYNDROME لكن ألم sociais cancers now أنر فدر usando magnate سمدي نعم؟ مثلما هأخذنا البصارية فكل التوجه لكن فحاجة حالة مثلا ولا مدينة شكرا